عندما نبحث متعمقين في جميع قصص الأنبياء المختلفة بشتى العصور الإسلامية نستنتج أن كل منهم عانى معاناة شديدة مع قومه حتى ينشر الدعوة الإسلامية بينهم ومن أقوى هذه القصص قصة النبي الذي قتل غدرا عن طريق قطع رأسه على يد الكفار فما هي قصة هذا النبي الذي ذبح وقطعت رأسه بسبب امرأة زانية لأنه أراد أن يطبق شرع الله وماذا كان عقاب تلك المرأة وكيف اقتص الله منها جزاء على ما فعلت بنبي الله هذا النبي هو نبي الله يحيى عليه السلام وهو ابن نبي الله زكريا وبشارة أبيه ولد نبي الله يحيى عليه السلام قبل مولد سيدنا عيسى بثلاثة أشهر وقيل بثلاث سنين وكان ابن خالته وقد عاصره وعاش معه فترة طويلة ورافق مراحل دعوته عليهم الصلاة والسلام وكان يحيى عليه السلام حسن الصوت حسن الوجه مثل جميع الأنبياء والمرسلين وكان عليه السلام قويا في طاعة الله منذ صباه وقد نشأ نشأة صلاح وتقى ونقاء كسائر الأنبياء فقد كان بعيدا عن مظاهر الطرف والنعيم وكان في شبابه يأوى إلى القفار والبرار ويكتفي بما يسهله الله له من الرزق وكان طعامه العشب وكان عليه السلام كثير العبادة والتضرع والبكاء من خشية الله تعالى وكان كثير العزلة عن الناس يرد ماء الأنهار وكان عيسى بن مريم يلبس الصوف ويحيى يلبس الوبر ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى يأويان إليه فأينما جن عليهم الليل أويا فإذا أراد الإفتراق أوصى بعضهما بعضا بطاعة الله تبارك وتعالى وآت الله تبارك وتعالى يحيى عليه السلام الحكم والنبوة والعلم صبيا وعلمه الله عز وجل الكتاب وهو التورى التي كانوا يتدارسونها فيما بينهم وقد كان سنه إذاك صغيرا فيقول الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا فقد قيل إن الصبيان الذين كانوا في سن يحيى عليه السلام يقولون ليحيى عليه السلام اذهب بنا نلعب فكان يقول لهم ما للعب خلقنا وقال الله تعالى في وصف يحيى عليه السلام وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا فقد رزق الله تعالى يحيى عليه السلام نعمة الكتاب والفهم والحكمة في عمر مبكر وقيل في الحكمة بأن المراد بها النبوة وقد اتصف يحيى عليه السلام بالرحمة والعطف والمحبة وكان يحيى عليه السلام يرشد الناس إلى كل خير عونا لهم على تزكية أنفسهم من كل دنس وذنب إضافة لاتصافه بالتقوى بتجنبه للمعاصي وتحريه للطاعات بارا بوالديه قولا وفعلا أما عن وفاة يحيى عليه الصلاة والسلام فقد مات يحيى بن زكريا عليه السلام مقتولا فقد قتله بنو إسرائيل ظلما وعدوانا بأمر ملكهم حاكم فلسطين آنذاك وقيل في سبب قتله إن هذا الملك كان يكرم يحيى بن زكريا ويدنيه من مجلسه ويستشيره في أمره وكان هذا الملك متزوجا من امرأة كانت قد كبرت وذهب جمالها وكانت لها بنت بارعة الجمال وكانت ربيبة هذا الملك وليست بنته من صلبه ثم إن هذا الملك وقع في غرام هذه البنت وأراد أن يتزوجها فقالت له أمها تزوج بنتي هذه حتى لا تكون بعيدة من النعمة التي تتقلب فيها فقال لها الملك حتى أستفتي يحيى أيجوز هذا أم لا فلما استفتى هذا الملك يحيى عليه السلام نهاه عن زواجها وأخبره بأن ذلك حرام في شريعتهم فلما بلغ ذلك أم الفتاة حقدت على يحيى عليه السلام ودبرت له مكيدة قتل فقد زينت ابنتها أحسن زينة وعطرتها وألبستها أفخر لباس وأدخلتها على الملك فأخذت ترقص أمامه حتى ملكت عليه مشاعره وأمرتها أمها أن تسقيه الخمر وأن تتعرض له فإن أرادها على نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما سألت فلما فعلت ما أمرتها أمها قال لها هذا الملك تمني علي فسألته أن يأتي برأس يحيى في طصت فقال لها الملك ويحك سليني غير هذا فقالت له لا أريد غير هذا فلما أبت عليه زين له الشيطان سوء عملها وطلبها واستجاب لطلبها فأمر بقتل يحيى عليه السلام والإتيان برأسه فقتل يحيى عليه السلام على أيدي هذه الفئة الظالمة وهو في الصلاة فذبح ذبحا ثم قدم رأسه إلى الملك في الطبق والدم ينزف منه فلما رأت المرأة الرأس قالت اليوم قرة عيني وانتقم الله تعالى لنبيه إحيى عليه السلام فلما صعدت هذه المرأة إلى سطح قصرها سقطت منه إلى الأرض وكان هناك كلاب ضاري فوثبت الكلاب عليها فأكلتها وهي تنظر إليهم وكان آخر ما أكل منها عيناها وكان نبي الله يحيى عليه السلام لما ذبح في الصلاة وقطع رأسه قد تقطر دمه وسال على الأرض ولم يزل دمه يغلي ويفور حتى صلت الله تعالى عليهم بختمصر أحد ملوك بابل من دمشق فجاءتهم رأة فدلته على دم سيدنا يحيى وهو يغلي فسأل عنه فأخبروه بقصته فألقى الله تعالى في قلبه أن يقتل منهم عددا على ذلك الدم حتى يسكن فقتل سبعين ألفا حتى سكن دم يحيى عليه الصلاة والسلام والله عزيز ذو انتقام هذا والله تعالى أعلى وأعلم دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة